قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومسؤول محلية أن عدد الفرين إلى السودان من الصراع الدائر في شمال إثيوبيا ارتفع إلى ما لا يقل عن عشرين ألف ونقلت وكالة السودان للأنباء عن رئيس مفوضية اللاجئين بالسودان قوله إن وكالات محلية وأخرى تابعة للأمم المتحدة تحاول مساعدة اللاجئين الذين يصلون بأعداد متزايدة دون أمتعة ومؤن تذكر ترجمة نانسي قنقر